تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيس التصالي الهاتفية من الرئيس الكني ويليام راتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبحث حول آخر تطورات الأزمة في السودان حيث طوافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بدل جهود للتوصل الوقف الشامل ومستدام لإطلاق النار مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى حق ندماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيا واقتصاديا وصولا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر وتعزيز مسار التنمية والبناء تم أيضا خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنية ما بين مصر وكينيا في مختلف المجالات خاصة على صعيد التبادل التجاري كذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية وأضف المتحدث الرسمي أن رئيسين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لا سيما تدعيم العمل الإفريقي المشترك في ضوء الدور الحيوي لمصر وكينيا في هذا الصدد كونيا في القطاع المقبلة